الاحتداءات على الكوادر الطبية حالة تكاد أن تكون ظاهرة مخيفة خاصة بعد تكرارها بشكل شبه يومي منذ تفشي جائحة كورونا واليوم عندنا مشكلة لمصيفات العزل يعني احنا مرضى كورونا ونشوف الناس زيارات مستمرة حقيقة حاولنا بكل طريقة لكنه أخيرا نجحنا بالتعاقد مع شركات أمنية الاثنين المصيفات الرئيسية التركي والتعليم في الناصرية وحقيقة هناك فرق واضح بالفوضى داخل المستشفيات ترفون حضراتكم يعني ما ممكن نقدم خدمة في فوضى ما ممكن يعني ما ممكن يكون نعمل الطبيب واضح ويكون نعمل كادر واضح ويكون نقدم الخدمة واضحة بهذه الفوضى وساهم غياب الإجراءات الرادعة بنشر الخوف بين طواقم الأطباء من المرافقين للمرضى والمحجورين بردهات العزل ما دفع حكومة ذيقار إلى تشكيل جهاز أمن خاص أغلبهم من المتظاهرين ساحة الحبوبي لمنع الاعتداءات على الكوادر الطبية الضغط كان يعني سببه هو شنو سببه أنه المراجع يجي وعنده مريض ويجي تقريبا عن عشرة إلى ستة شخاص وهذا يسبب هنا الزحامات للدكاترا ما يشتغلون بصورة صحية هم ربعنا إن شاء الله موجودين ويانا حاليا لأن تعرف أكثر الناس اللي تعبت وجاهدت وتركض للناس هي المتظاهرين أكيد يعني ماكوا غيرهم فأحنا تعاوننا ويهمهم وحاليا هسا حاليا بالشفت الصباحي موجودين يدومون وتنظيمهم صحيح ودوامهم صحيح وجاي نظمون الناس بصورة صحيحة وما جاي قصرون العمل نهائيا الشركة فتحت باب التعيين يعني من طلبة كادر أجوا الكل مواطن أو متظاهر يعني أجوا الموام التعيينين وما عندهم شغل أجوا يشتغلوا بهاي الشركة ويشتغلوا فالمنتظاهرين شف الصباحي ومتعاونين ويشاركه بشكل يعني رسمه ممتاز وإحنا متعاونين وياهم ومشكلة يعني القول هنا مثلا كطلايب ومشاكل بالعكس خفت جدا وبشكل مستمر تنظم النقابات وممثليات الأطباء تظاهرة للمطالبة بتفعيل قانون حمايتهم وإنزال أقصى العقوبات بحق من يعتدي عليهم وسط آمال بتفعيل القانون وردع المعتدين على كوادر الصحة لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية موسيقى 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 موسيقى